هل إدمان الألعاب الإلكترونية ليه تأثير نفسي على الأطفال؟ طبعاً طبعاً فكرة الاندماج أو انخراط الطفل أكتر من اللازم على الألعاب الإلكترونية وخاصات الألعاب الخطر دي بتمثل بالنسبة له تلف ممكن توصل لحد تلف خلايا المخ إلى جانب اختزال العصبية واختزال التاقة الحركية بشكل غير عادي على فكرة أنا أعرف حالات فلن حصل لها تلف ده ده حقيقي بصي هو فيه خطأ دايماً وارد ما بين الناس ومبين بعضها لأن احنا بقى عندنا كتيرة قوي على السوشال ميديا الشخصية السودوية والنرجسية والمشارفة الحاجات دي خلت ناس كتير جداً يسقطوا على فكرة الموبايل عشان برضو نصحح علمياً أن الطفل بيجيله توحد من الموبايل علمياً مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة مفيش حاجة اسمها كده لكن ممكن يصب بعض السمات الشبيهة للتوحد آه ده موضوع تاني فنبعد بس موضوع الأتازم ده عن القصة خالص ومروش علاقة بالموبايل لكن ده طبعاً مش مبرر أن احنا نتعامل مع الموبايل لا طبعاً طيب آآ 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 عايزين نقول إيه تاني إنه ممكن يجي له تلف من المخاطر الألعاب الإلكترونية آآ آآ شوفي بقى احنا عندنا مخاطر نفسية وفيه عندنا مخاطر صحية المخاطر النفسية بداية هي فكرة أن الطفل وانخراطه الزيادة عن اللازم هيخليه يفرز هيرمونات هو مش المفروض أن هي تحصل معه زي مثلاً الدوبامين من فكرة الانفعال الزيادة دايما يعني تعالي عند الأطفال مثلاً هي بتلعب الجيمز على الموبايل أنت ممكن تقربي منهم تبصي تلاقيه في حالة صورة وهياك غير عادية ممكن تعدي من قدامه وهم مش شايفينك ممكن تحصل كرسة في البيت وهم يعني أوتوفي سيربس فعلاً ده كله نتيجة إن هما فعلاً بيبقوا في غلاف من الحياة الافتراضية بشكل غير عادي فدي كرسة كبيرة جداً إلى جانب بقى إن هو طبعاً بيقلل التركيز بالنسبة للمذاكرة لأن ما بيبقاش فيه استعداد للتفعيل العقلي بشكل كبير زي مثلاً الحاجات اللي هي التعليمية طب إلى الجانب الصحي بقى أولاً بقى عندك نسب اكتئاب عالية جداً على مستوى العالم في الأطفال ودي ما كانتش بتحصل ما كانش بيحصل موضوع الاكتئاب مع الأطفال ده ابتدى يظهر نسب عالية جداً على مستوى العالم وده طبعاً بإحصائية رسمية ابتدى يبقى فيه مشاكل في العين كتيرة جداً نتيجة تحضق العين زيادة عن اللازم شدة التركيز بتخلي الطفل ما يرمشي بالرمش الطبيعي تبه تخيل الدرجة إيه فبالتالي بيحصل بقى قرح وجفاف في العين ومشاكل كتيرة جداً إحنا في غنى عنها هتخيالي ما ده الإفاكت عليه طيب ابتدى يحصل جلطات مع الأطفال ما كانتش بتحصل قبل كده في الهيستوري القديم ده خالص ليه نتيجة الجنوس أكتر من اللازم يعني بقى الطفل عنده 9 سنين 10 سنين ظهري وجعني بيظهر عنده قتب عنده مشاكل في المفاصل نهيكي عن طبعاً التغيرات الكيميائية اللي بتحصل في الدم نتيجة الانفعال الزائد للأطفال لذلك محدش يستغرب من فكرة إن حد مش عارفها لعب لعبة إيه مش عايزة أذكر أسامي جاله سكتة قلبية اه ارتفع عنده هرمون الأدرانيلي الأكتر من اللازم فالدنيا تستطب بالنسبة هل كل الألعاب الإلكترونية ده تأثيرها؟ يعني اتكلمنا عن إن فيه ألعاب بتكون فيها خطر وبتدخل الطفل كده في موت جد وعنفه وقتله فده ده مفهوم لكن فيه ألعاب تانية زي القتار اللي كنا بدألعابها زمان وسوبر ماريو وصابوي والحاجات اللي هي اللذيذة دي برضو ليها تأثير؟ شوف حرجاك هي كل ما بتكون المنتج بتاع الأبس اللي بتنزلك من الجيمز دي مش مصرية أو مش عربية فهي مش آمنة عشان أكون يعني وان وي معاك الألعاب اللي بتنزل أو الأفلام اللي بتنزل عن طريق ديزني وعن طريق الشركات الأجنبية أنت بتتكلم في وي مخالف ومغير تماماً لنا كعقائد وكتقاليد وليها استهداف خاص مش ضروري أن احنا نتكلم بتفاصيل أكتر من كده فكر مزروع في وسط الألعاب بالضبط على فكرة إحنا لما كنا بنلعب حتى استهداف عصبية الطفل ده هدف فعلاً زمان لما كنا بنلعب على فكرة ألعاب زي جي تي اي مثلاً فيه يعني حاجات معاينة تتنافى معاينة مع مع معتغداء يعني مع إحنا كعرب كمصريين مع قيمنا فأنا بتكلم أنه مش بس أنه خطر فكر بيتصدر لنا ولا كمان ده هو أنا فعلاً أعرف حالات حصلها تلف ده لازم كمان تكوني مستوعبة كأم لأن احنا برضو بنواجه حالات كتير جداً يعني مثلاً بيرنت تقول لي يا دكتور ده في المدرسة بيشتكوا على طول أن الولد مهايبر جداً وعضواني وبيع الولد هادي جداً في البيت فتبص تلاقي لما المدرسة بتشتكي شكوى زي دي المدرسة على حق وصادقة والأم برضو صادقة ولكن في الحالتين في مشكلة لأن أنا لما شفت الولد هادي في البيت شفته هادي عشان هو ماسك موبايل شفته هادي لأن هو بيتضرب عشان يسكت شفته هادي لأن فيه فكر مغاير عند أولياء الأمور بيقول أن الطفل كلما يقعد هادي كلما يبقى مؤدب بالعكس فبالتالي هو بيختزل هذه الطاقة وبيطلعها في المكان اللي مفيش فيه موبايل في المدرسة فبيبتدي يطلع كل الطاقة الحركية اللي قلنا عليها بقى اللي هي المختزلة في الأول اللي هو الزن المؤجل وبيطلعوا على هيئة تصرفات عنيفة تجاه الأخرين بدون وعي فأرجو برضو أن دايماً المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور يكونوا فعلاً يعني على قدم الوثق لمصلحة الطفل إحنا مش في حرب يعني هيا الفكرة مش فكرة أن الولد بيتشاقف أنا كده بقول أن ابنك مش بتربي خالص فيه فرق كبير قوي ولا أن أنا بقول أن ده هادي نفهم يا جماعة نفهم فالمدرسة تفهم أن لا هادي إزاي بقى كده ده مريض لا يا جماعة لازم يكون فيه كونتاكت صح يوصلني إيه الحالة التصاح بتاعت الولد ده طبعاً هي مسؤولية اللي اتنين الأب والأم طبعاً الأمهات يقولوا إيه طبعاً أنت جاي من برا مش فارق عندك أي حاجة وجاي عايز ترايح دماغك ومش عايز تدخل في صدام مع الأطفال فأنا وحشة وأنت حلو دي مشكلة بتحصلت كل بيوت أنت سيب لهم الموبايل ويلعبوا براحتهم وأنا أقول لهم لا فأنا وحشة وأنت حلو هو للأسف فعلاً إحنا بنتعامل في شقين في الموضوع ده الشق اللي هو اللي الدنيا فيه استيبل مثلاً مع الأسرة وهي فكرة أن أب بيشتغل أو العكس على فكرة ما هو ده وارد جداً دلوقتي فدايماً حد فيهم بيحاول أنه هو يباني أن أنا اللي متحمل على عطق المسئولية كلها فإنت لما تيجي لا أنت خلاص خليك مرتاح لا هو المفروض أن فيه حاجات كتيرة قوي بتبقى دور الأم في المرحلة الأمرية لا حد يحاول يبين للأسف في بعض الأمهات ما عندهاش أوبشن تاني يعني